وفي كلمته في افتتاح دورة العادية السبع والتسعي للجنة الدائمة للإعلام العربي أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أكد ضرورة تعزيز التعاون العربي من أجل مواجهة ظاهرات الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الشائعة حيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الزعماء العرب والشعوب العربية وسناء على الدور اللي بيقوموا بيه دلوقتي لتقارب الآراء ورأب الصدر والارتفاع فوق الخلافات وأننا ننطلق كشعوب عربية نحو المستقبل العالم اليوم في ظل الأزمات الكبيرة اللي بنشهدها محتاج موقف عربي موحد محتاج وحدة الصف بين الدول العربية وأن يكون لها صطمة سمو